معلومة كذلك انت تدري اذا لقينا سيارة اسعاف اذا لقينا سيارة اسعاف اذا لقينا بيها بانزين ما نلقى بيها سايق وانا مسؤول عن كلامي وهناك ناس توفت من واذا لقينا سايق ما نلقى بانزين خلي اسمعوني كل وانا متكلمت مع مدير الصحل نعم نعم ومسألة البانزين هي بسبب الاجراءات الروتينية يعني اليوم هل يكفي البانزين المخصص لدائرة صحة اثنينة واجابك بكل صراحة لا وهناك بعض سواقين الاسعاف يستغل حتى المريض ياخذ من عنده مبلغ حتى يوصل للمستشفى شعب سيدليات مذاخر اهلية قدمت للمستشفيات الحكومية احتياجاتها والحكومة طلعت كل شماعتها لاعتها ادوية لاعتها خيط وصلت ان شفوف بلاستيك ماعتها انتم كجهة تشريعية لماذا لا تجد الحكومة على هذا التقصير ولماذا حكوماتكم وبرلماناتكم لا تكون بمستوى روعة هذا الشعب اش وقت راح تتعلمون او تتعلم الحكومات من روعة وصبر وايثار هذا الشعب وتبطل البوق وتشذب على الناس شفتوا روعة هايكو بالموصل قاموا يجيب الدول ببيته هو يطيل المستشفى وحكومات كل وظيفتها بوقوا سرقة ولما صير ماعد دخيوت ما العملية شراح تسووا للحكومة انتو شراح تسووا للصحة شراح تحاسبون اجاوبك بسانطيني مجال انا هذا السؤال انا تصديت لملف الصحة في محافظة نينوة واذا جنابك امتابع تصديت مع العلم انا مختصاصي صحة حتى اكون صريح وواضح معاك نعم تصديت لملف الصحة وانا السبب الرئيسي حتى اكون صريح في اقالة مدير صحة نينوة بتصويت مجلس الوزراء ومشكورا السيد دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني والاخوة الوزراء وانا اللي تكلمت في وسائل الاعلام اذا امتابع قلت احد الاطباء المهنيين من الموصل يدخل لصالة العمليات يشتري خيط العملية انا اللي خاطبت وزارة المالية وعندي كتب رسمية وبإمكاني ازودك اي خاطبت وزارة المالية كم هي المبالغ التي تصرف شهرية لصحة نينوة جاوبتني ست طيف وزيرة المالية كانت بمنصب وكيل وزير المالية قالت لثلاث مليارات وسبعمية مليون وارسلت كتاب الى وزارة الصحة كم هي الاطنان من الادوية التي تزود بها محافظة نينوة وبعد اللقاء اذا تريد اجزلك الاجابات الاف الاطنان وانا دائما اقول ليش بالصيدلية المستشفى ما نلقى عدوية ومقابيل المستشفى بالباب اكو عدوية بصيدليات اهلية كون على ثقة السبب الرئيسي السبب الرئيسي في هذا هو الفساد وتصديت لملف الفساد واقلنا مدير الصحة واقلناك لكن لا زالت اذرح الفساد وانا مسؤول عن كلامي في صحة نينوة اليوم اذا تقول لي المستشفيات كل مستشفيات نينوة تصرف لها مبالغ جيدة جدا وانطيك مثال مستشفى السلام في الموصل يصرف له ستمية وخمسين مليون دينار عراقي شهريا وانا مسؤول عن كلامي من اتكلم معاك انا دقيق في كلامي ما اتكلم الا بموجب وثائق ومستندات الفساد اخطر من داعش يا استاذ نجم الملف الصحة ملف تباس مباشر مع المواطنين مع حياة المواطنين ولهذا انا تصديت لملف الصحة وتصديت وحاول من حاول وراده انه اترك هذا الموضوع قلت لهم اللي يدخل بالموضوع لو يكملوا للنهاية لو خلاص يستقيل افضل واقلنا مدير الصحة وابعدنا كثير لكن لا زال اذرع الفساد ولا زال حتى اتكلم بكل صراحة بدأوا الموظفين وانا مسؤول عن كلامي يتخوفون من مسألة المشتريات لانه يقول لك نزاه انا اقول الموظف الشجاع وصاحب القرار والواثق من نفسه يروح يشتري ومو بحال اي واحد لانه واثق من نفسه طالما ما عنده فساد مو بحال اي واحد اليوم اذا تجي لصحة نينوى كثير من الامور هسا تقول لي مستشفيات انا اقول لك ما عندنا مستشفيات لان كل مستشفياتنا كرفانية دمرت نتيجة سيطرة التنظيم داعش الارهابي انت جنابك تعرف الموصل داعش حرق الاخضر واليابس لا مستشفيات لا جسور لكن حتى اكون منصف اليوم الاعمار بالموصل ممتاز مو جيد وانما ممتاز حتى اقول لك وانا سابقا احد الاخوان قال انت تطلع بالاعلام تقول نينوى منكوبة قلت له حتى نحصل موازنة حتى نستمر بالاعمار لكن اليوم بدأ المواطن العراقي ابن البصرة وابن الناصرية وابن الانبار وابن اربيل يقول لك الموصل بدأ بيها الاعمار لكن الاعمار يتم عندنا نتخلص من كل الفاسدين اشتركوا في القناة